السلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بصحة جيدة اليوم إن شاء الله نشارك معكم وصفات رمضانية متنوعة سهلة سريعة منطبوش عليكم نخليكم تكتشفوا الوصفات وطبعا طريقة تحذرهم بسم الله على بركة الله نبدأوا بالوصفة الأولى لسان العصفور بالنسبة للمقادير نحتاج حبة بصلاة كما راكم تشوفوا رحيتها ملح نحتاجوا زوج حبة طماطيش قشرتم ورحيتهم نحتاجوا لحم وممكن تعوضوه بالجاج نحتاج ملعقة كبيرة طماطيم وصبارة ملعقة كبيرة تاعل هريسة ربطة حشيش مقطفة ومعدنوس حبة قرعة مع حبة زرودية ونحتاجوا الملح وثلاث فوص وصوم ونحتاجوا رس الحانوت والفلفل الكحل وطبعا نحتاجوا لسان العصفور اذا هم المكونات اللي نحتاجهم في وصفتنا لنهار اليوم نبدأوا في طريقة التحضر هناك ما راكم تشوفوا عندنا الكوكوت ولا اي وعاء راح تطيبوا فيه نحطوا في هزوج ملاعق كبيرة تعسيت مع نصف ملعقة كبيرة لمارغرين ننصحكم دائما ما تكتروش الزيت باش تيابكم ما يجيش ميدوم راح نقلي الحم من بعد ما قليته راح نزيدوا البصلة مع الثوم ونزيدوا الطماطيش نزيدوا ملعقة كبيرة طماطي مصبارة نزيدوا ملعقة كبيرة تاع الهريسة نزيدوا شوية تاع الملح مات كتروش نزيدوا رس الحانوت ونزيدوا الفلفل الكحل وربطة حشيش مقطفة ومعدنوس نخلطهم مع بعضهم بهذا الطريقة ونغطي لكوكوتنا ونخلي الحم يتقل الملح مع باقي المكونات وكيما نقولكم دائما باش طيابكم يجيبنين اللحم ولا الجاج لازم تقله ملح هنا من بعد ما قلنا الحم مع باقي المكونات راح نزيدوا حباس روضية مع حباقرها ونمرقوا بما سخوني علي بالنسبة لكمية الماء اللي درتها درت لتران تاع الماء وتبقى الهنا الكمية كيما نقولكم دائما على حسب الكمية اللي راح تديرها هنا راح نغلقوا لها كوكوتناتنا نخليها على نار متوسطة اذا كما راكم تشوفونا من بعد ما طابلنا الحم والزروضية والقراءة طابوا راح نرحيهم وكملاحظة مهمة جدا هنا قبل ما تزيدوا لسان العصفور راح تنحو شوية تاع المرقة يعني راح تنحو مقدار مغرف واللازوج في حالة اذا لسان العصفور تشرب راح تزيدولو شوية تاع المرقة لنحيتوها من قبل وليسان العصفور لازم تغسلوه ملح تنحولو كامل هذا كنجا كما راكم تشوفو راح ندير كاس من المستحسن الكاس تستعكم مطعم روش يعني تديرو كاس الى ربع او اقل تبقى دائما على حسب الثوق لانو اللسان العصفور كي اللي يحبها ثقيلة وكي اللي يحبها بالمرقة بالنسبة ليا يحبوها شوية ثقيلة يعني ما يحبوش فيها بزاف تاع المرقة ونزيدو الزروضية والقراءة من بعد ما راحتهم والفلفل اذا ما تحبوش تقدرو تصغنوا عليه بالنسبة للنار راح نديرها هادئة يعني ماشي متوسطة وفي كل مرة راح نحل لكم لسان العصفور حتى طيب شربان تانا وهنا خياتي كي ما راكم تشوفو من بعد ما وجدت شربان تانا لسان العصفور كي ما راكم تشوفو جات ما شاء الله وكي ما قلت لكم ما يحبوهاش خفيفة يعني ما يحبوش فيها بزاف تاع المرقة يحبوها بهذا القوام هنا راح نطفي عليها النار والا كوكوتن تانا نحط لها لغطاء ونحطوها لجنب ونروحو للوصفة الثانية وبالنسبة للوصفة الثانية راح تكون تحت طلب ديالكم طلبتوا مني بزافي كل وصفة نحط لكم وصفة خبز في هذا الشهر الفضل هنا بالنسبة للمقادير نحتاجوا كاس تالحليب دافي وممكن تعوضوه بكاس ماء دافي نزيدوا ملعقة كبيرة ممسوحة خميرة الخبز ونزيدوا زوج ملعقة كبيرة سكر حبيبات يبقى دائما على حسب الزوق ممكن نديروا ملعقة وحدة ولا زوج نزيدوا حباب بيض نزيدوا ملعقة كبيرة لمرغارين ذيبة وبردة ونبدأ نخلط المكونات كلهم مع بعضهم بهذه الطريقة بالنسبة لقياس الكاس المستعمل في هذا الوصفة 220 ميلي لتر وتقدروا تديروا حتى قياس 240 ميلي لتر يعني راح تديروا اي قياس متوفر عندكم هنا في اللول راح نزيدوا زوج كيسان تالفارينا ونصف ملعقة كبيرة تالملح يبقى دائما على حسب الزوق نزيدوا ملعقة كبيرة حليب بودرة بالنسبة لحليب بودرة يعتبرك محسن للمعجنات هنا راح نزيدوا الكاس ثالث ونكمل نطم العجينة تانا حتى نتحصلوا لعجينة طارية راح نغطيها نحطها في مكان دافي ونخليها حتى تخمر ويتضع في الحجم تاحها وانا حبيت نجاوب هذا الاخت كنت راح نجاوبها في التعليق لكن فضلت انه نجاوبها هنايا في هذا الفيديو ونجاوب جميع الاخوات اللي دائما يكتبوا لي هذا النوع من التعليقات خيتي انا قناتي محتوها خاص بالمعجنات كما كاين قنوات خاصة بالحلويات كاين قنوات خاصة بالروتينات نهار كامل وهم مشاركين معاكم حياتهم الخاصة بالنسبة لي قناتي محتوها خاص بالمعجنات يعني قناة وصفات امي الغالية هي القناة الاولى والوحيدة في الجزائر اللي محتوها خاص بالمعجنات يعني نغمالما راح تدعموني بقوة وبكثرة لانه يعني الحمد لله عندي جمهور كبير جدا 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 خاص بالمعجنات ويحبوا وصفاتي بالبزاف ويشاركوني دائما تطبيقاتهم يعني ما شي تستغربوا وتكتبوني مثل هذ التعليقات وحبيت نوضح نقطة مهمة جدا بالنسبة لهذا التعليق والله ما زعفني ما قلقني العكس التعليقات متتبعين ديالي على عيني وراسي كما يحبوني نحبهم مو اكتر هذا ما كان خياتي حبيت نوضح هذ النقطة فقط نرجعوا للوصفة نتعنا كما راكم تشوفو هنا حضرنا خبزة واحدة فقط واذا حبيتوا ديروا زوش خبزات راح تضعفوا البقادير من بعد ما خمرت العجنة نكوروها نحطوها في الصينية نحلها بشكل دائري وبسمك متوسط ونبدأ نشكلها بها بطريقة بشكل ورطة راح نغطيها بطرشونا ونخليها حتى تخمر من بعد ما خمرت راح ندهنها بصفار بيضاء مع نصف ملاقة كبيرة تعل الحليب نزينوها بالسانوج والججلان ونطيبوها في ميتين درجة مدة عشرين دقيقة بالضبط راح تطيب وتتحمر وجي ما شاء الله ناخد صينيتين حطوها في الفرن نطيبوها ونروحو للوصفة الثالثة اللي كامل تحبوها وهي البوراك بحشو ولا أربع حشو بنيين بزاف هذا هو الحشو المفضل عند عائلتي كما راكم تشوفو في المقلة تعنا راح نقلي البصلة مع السلق في شوية زيت كما نقولكم دائما ما تكترواش الزيت هنا من بعد ما قليتهم راح نزيدوا الافيونطاشي نزيدوا شوية تاع الملح والفلفل اللي كحل ونقليهم مع بعضهم وهنا تقدروا تعوضوا الافيونطاشي بالجاج ولا بالطون كما راكم تشوفو من بعد ما قليتهم راح نزيدوا الفرماج نكمل نخلطهم مع بعضهم بهذه الطريقة هذا الحشو والبنات يجي بنيين بزافة روعة كما قلت لكم هذا هو المفضل عند عائلتي حبوه بزاف في الاخير راح نزيدوا حبها بيض وتقدروا تصنعوا كامل عليها ما تزيدوهاش وبهذه الطريقة اللي حشونا تعنا واجد راح نحي من فوق النار ونخليه يبرد هنا نجيبوا الديول تعنا نبدأ نشكل بورك هكذا بهذه الطريقة وبالنسبة لحشوة البورك شاركت معكم وصفات متهددة رجعوا للفيديوهات السابقة درنا حشوة بالكريم تلجوبن ايضا حشوة بنيينة بزاف درناها بالجج درنا حشوة بالبطاطا والسلق والطن درت معكم بزاف وصفات رجعوا للفيديوهات راح تصيبوهم كيما قلت لكم بحشوة مختلفة ومتنوعة وهو طبعا بنيينة هنا تقدروا تزيدوا البطاطا مع الحشوة تعكم ممكن تديروا غير بلافيونتاشي مع السلق والفرماش وهو حبه بيض وتقدروا تزيدوا معهم حبه بطاطا بالنسبة البطاطا تطيبوها في شوية عالماء مع الملح اذا هنا من بعد ما كملت مباشرة نبدا نقل البوراكنتنا في شويية عزيز اذا ما تحبوش تقلو البوراكنتاكم تقدرو تطيبوها في الفرن ولا تقلوه في الوفهيتوس نكملو نقلو البوراكنتنا ونشوفو الوصفات تنتانا في شكل نهائي إذن نبدأ بشربة لسان العصفور كما رأيكم تشوفوا هذه ياجة ما شاء الله جيبنينا بزاف نتمنى تجربوها لأنه فعلا وصفة ولا أروع وهذا هو الخبز نتعنا من بعد مطاب يجي خفيف روعة أخف من الرشا رطب جدا جدا حضرناه بمكونات بسيطة اقتصادية متوفرة في كل بيت وهذا هو الشكل النهائي للبوراك نتعنا نتمنى إن شاء الله الوصفات عنها اليوم إينا لو إعجابكم وتجربوهم أكيد إذا عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايكات بارتاجيو مع لزامة متاعكم للاستفادة واللي ما زال ما اشتركش في قناتنا ندعوكم للاشتراك وضغطوا على الجرس حتى يصلكم إن شاء الله كل جديد واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ننتهى الله في روحتيكم في أمان الله